موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير أكلة أمي البرد وجو البرد بالأمانة في اليومين اللي فاتوا محتاج لأكلة عتس وطبق عتس إحنا شطار أو في عمل العدس العدس بالرز عملناه العدس بالشعرية عملناه شربة العدس فتت العدس كل ده عد علينا ولكن في أكلة مشهورة في الدول العربية في الخليج في الإمارات وشعب الإمارات اللي بنوجله تحية كبيرة والشعب السعودي واسمها المعدوس يقول لك المعدوس الإماراتي المعدوس الكويتي أكلة هي عبارة عن رز مصري وعدس هي أكلة الكشر بتاعتنا بتاعت الريف المصري خلوا بالكم بنتعمها بس أنا أعملها النهاردة على الطريقة العربية هتشوف نعملها مع بعض إزاي ونقدم معها صلصة التونة أو صلصة الداجوس الداجوس ده هو عبارة عن طماطم مهروسة مع فلفل حار والتوم وعصير لامون وزيت زيتون ده شرح النظري للطبع اللي هعمله النهاردة وهي أكلة للبرد ومخصوصة للبرد الأطفال الحلوين هيعترضوا يا ماما أنا مش عايز عادس ما ليش في العادس والكلام ده كله فنعمله بالنهاردة نوع مكارونا لطيف وجميل كلنا بنحبها ومعروفة مكارونا سريعة التحضير مكارونا زباكتي أنا أعمل مكارونا بالدجاج بطريقة لطيفة وبسيطة وسهلة بطعم وإيد الشيف المغازي هتعجب أطفالنا الحلوين اللي أنا بحبهم معنا كمان نوع من أنواع الحلويات لطيف وجميل ركائق التوست بالعصر هتشوف نعملها إزاي مع السكر هتبقى لطيفة وجميلة وطعم القرفة فيها طبعا وكلنا عارفين القرفة بتدي طاقة ودفق جميل جدا وخاصة في أيام الشتاء يعني من الآخر المينيو بتاعي النهاردة مينيو مخصص للبرد ووصف للبرد علشان كمان الجو والبرد خلونا أطلع فصل صغير ونرجع للمعدوس وتفاصيله وإزاي نقدمه مع السلسات المختلفة أوه هتروحوا بإيه تتابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وأكلها مصرية واخدى الشعار المصري حتى لو أكلناها في الصين تخلي بالكم العدس المصري بتاعنا لأنه هو مسكور في القرآن عدسها وبصالها وثومها النهاردة هنعمل إيه المعدوس؟ والمعدوس عنوار والرز المصري كمان فالأكلها مصرية ولكن بيعملوها في كل الدول بقى طعم مختلف وبشكل مختلف معدوس عدس ورز مقاديره على الشاشة والصورة اللون الجميل الحلو من خير أرضنا تتحدث عن نفسها عدس ورز مصري بصل توم البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية كمون ولكن الصلصة اللي هنقدمها مع المعدوس تونة تونة ممكن نقدم معاه سمك مقلي بورتي مقلي بالخير ما زرعنا بربوني مقلي زي ما التحبة يعني هم بيأكلوها في الخليج كده مش عايزة لده ولا ده أقدمي معاه صلصة طماطم متسبكة حلو الكلام تعالوا شوفوا نعمله مع بعض إزاي مش عايزين؟ الموضوع يبقى فيه كركبة وفيه صعوبة شوية المعدوس هو بصلة وتومة يتحمرها على النار بمعلاية سامنة سامنة يا شيف؟ بس لو هنعمله الكشري يتعمل بالزيت وأكلة الكشري دي طبعا مشهورة في الريف المصري اللي هو العدس بالرز احنا عارفينه مع البيض المضحرج ده موضوع تاني كنت أحب دايماً أكله من إيد أمي رحمة الله عليها معلاية سامنة حلوة بصلة نعمة ألعب هو ده وحمر البصلة كده تاخد لون بالشكل ده كده ونصيحة مني ما تنزليش بالتومة على البصلة إلا لما البصلة تتحمر تاخد لون نسبة وتناسب نزلت بالتوم دلوقتي التومة تسود معاك ويبقى شكلها وحش في قلب المعدوس أنا عايز المعدوس لون العدس البرتقاري يبقى هو الغالب على الطبق أهو وصلة تتحمر بالشكل ده كده حال خدت لوني يا عم الشيف الشيف يحب النار الشديدة شوية توم حلوين كده طازة لازم توم طازة حال خليهم يتحمروا كده مع بعض الأكلة دي أكلة شتوية واخد لقب إن هي أكلة شتوية يعني كلها في الصيف يا شيف يفضل في الشتاء والجاو برد وإحنا في طوبة ومحتاج الأكلات دي كلها يعني الأكل بتاعها كله النهاردة بصراحة بيدي طاقة وأكلات شتوية إذا حتى كبان المقارون اللي عملها عملها سبايسي الأولاد بيحبوها سبايسي حلوة واخدنا التحميرة بتاعة البصلة والتومة ناخد بقى عمنا إيه العدس المصري الجميل والرز بتاعنا اللي اتنين مع بعض نسبة وتناسب العدس عشان نشتغل معه صح باخدش وقت كبير الطبيعي إن إحنا بنخسله ونصفهم المياه ويبقى معنا بالشكل ده كده والرز المصري الطبيعيين اللي في إيدي دول من خير أرضنا بيتعاملوا بكذا طريقة ممكن نعملوا مكوشة ليه ممكن نعملوا مع عدس برز أصفر حاجات كتيرة العدس ده يتعمل مع شعرية يتعمل مع ماكرونة يتعمل مع لصانة عصفور وهكذا هناخد الرز الأول لعدس كده ننزل بيه هنا حالوا الكلام ونقلبه مع البصلة والتومة بالشكل ده كده نعم يا غال والله السؤال وجيه يا شافي بقول ليه فرق من المعدوس والعدس الأصفر أو العدس بالرز اللي أمه بتعمله أو والدتنا بتعمله وده معروف في الريف المصري أكلة معروفة يعني بتقدم معها بيد مضحرج ناكلها مع بيد مسلوق زي ما احنا عايزين بيسمنا بلدي الفرق بينهم يا غالي إن المعدوس بتبقى الأكلة فيها قوام عاملة زي السليج كده السليج المشهور في الدول العربية السليج اللي هو عبارة عن الرز معمول بمرج الدجاج حالوا الكلام؟ فلازم يبقى لها قوام مرن أو قوام ليونة أو تبقى ميتها كتيرة أو عاملة زي الأكلة مشهورة في المطبخ الطلياني طبعا اسمها ريزيتو نقلب ده كله مع بعضه أما العدس الكشر بتاعنا الرز بتشرب على النار مع العدس وبيبقى مفلفل ده الفرق بينهم العدس بتاعنا بنقدم معاه بيد مسلوق متضحرك في السمنة البلدي بالكمون والفلفل المعدوس بنقدم معاه سلصات كتيرة سلصة الدجوز بتعامل بالحمر بتعامل بالتونة زي ما انتو حبين هنشوف دلوقتي إيه قصة سلصة الدجوز اللي احنا نعملها مع بعض بالتونة او الكشنا بيسموها في الدول العربية كشنا ده تاريخ الأكلة نقلب كده شفت العدس مع الرز فيه نسبة وتناسبه ازاي البصلية تحمرت زي الفل نشيل ده كله من هنا بهاراتنا يا عم الشيف شوية كامل شوية بابريكا شوية كوركم محترمين زي الفل اللهم صلى عن الملح بتاعنا شوية فلفل كل دول عرز قادل مع دوس طبيعي بقى بتعملي أكلة زي كده يكون عندك مية بتغلع المر ما ينفعش انك تحط مية بردة تقلبي كده في الاحمرار كله يتفلفل مع بعضه بدأت اشم ريحة التوابل الحلوة مع البصلة والتومة اللي انا محمرهم مسبكر بمعلقة سامنة بلدي جاي بقى حماتي اخر الاسباح دي يا ليا جاي يتزورني عشان بتحب تاكل من ايدي اكلة حلوة اهو شايف الجو ده كده الله الله على الرز لما تفلفل مع العدس شفت اللون الحلو ده اه هو ده شرب السامنة البصلة والتومة زي الفل ناخد عيار المية بتاعنا اه اللهم صلى عن النبي صلى على الحبيب قلبك يطيب الله زود مي بتقلقش احنا هنا مش هنفلفل الرز المعدوس بيبقى ميته كتيرة بس خلاص ونقلق بص على الحلوة بص على الجمال بص على خير ارضنا في قلب الحلة بص ايه ايه الحلوة ده اه ونسيبه على النار احمي معدوس ده يستوي يكونوا احنا جاهزنا الصلصة مع بعض حلوة اغطي الحلة ولا ما اغطاش تحب ايه قولي قولي ولا تخبش يا زين ايش يقول العدس للعين اه اغطيها حاضر اغطيها حلوة خلصنا من ده تعالوا نعمل الصلصة مع بعض الصورة الحلوة الصلصة عبارة عن تونة بصل توم تكنيك عالي لازم البصلات تتحمر تاخد لون تاخد طواب العربية ده الكشنة سموها في الخليج كشنة هنحط هنا يا عم الشيف علشان البصلات تاخد اللون اللي انا عايزه الطبيعي بنحط زبدة مع معلقة من الزيت في طوصة شديدة الحرارة السر في الكشنة تحمير البصلة من الآخر السر في الكشنة تحمير البصلة اهو ونحمل كده مقادر صلصة التونة بصل توم تونة لومي اللمون الجاف عنوان الكشنة ده اللمون الجاف نبص عليه كده هسا زيت المصورين حبيبي اهو ده اللمون الجاف طبعا ما نفعش حطه سليب انا مش بعمل كابسة فباخده كده اهو ده اللمون الجاف كمان واحدة كمان واحدة حالو اخدتم دول كده برحطه هنا الله المزازة والطعم والحمودة في الكشنة نقلب كده يا عم الشيف اهو تحميره حلوه ناخد النار الشديده دي كده بحب دايما النار بتاعتي تكون سخنة البصلية خدت لون بحبيت اللوم اللي انا قصرتها خدت حمودة بحبيت اللوم اللي انا قصرتها اللوم ده اللي بنستخدمه في طبع الكابسة بتاخد لون البصلية كده ننزل بمعالاية توم حلوة حلوة كشنة لازم توم كتير معانا معالاية معجون طماطم معانا يا عم الشيفي التونة معانا في لفلة حلوة بتاخد كسبرة خضرة كل ده في مكونات الكشنة اللي احنا هنغمس بيها المعدوس الاكلة دي على فكرة كل مكوناتها للبرد كلنا عارفين التوم والبصل من فويده الاولى ورقم واحد ضخ الدم في شرايين الجسم حرق الكورسترول اللي موجود في الدم بيولي الطاقة داخل الجسم كل الضرانيات اذا بصل او توم او جنزبيل وده اساسي موجود في الاكلة غير ان العدس طبعا بروتين نباتي قوي جدا تحميرة دي كويسة معالاية في لفلة حلوة معالاية معجون طماطم حلوة الله يا سامحك يا عمي الشيف جوز بيجي له حمودة من سلسة الطماطم اكل بيتزا يجي له حمودة اكل مكارونة سباكتة بطماطم تجي له حمودة حط معالاية سكر يا ست الكل في قلب السلس اه اه زي الفل مفيش حمودة من الان وجود السكر مع سلسة الطماطم او مع الطماطم بيعمل ايه بيمنع الحمودة اه تحميرة دي كده كويسة زي الفل الكشنة خدت لون شفت اللون الحلو ده كده اه دي اللي هنغمس بيها المعدوس بتاعنا الله ننزل بصوص الطماطم ونتسيبها تتسبك كده على النار لازم التسبيكة ولازم ميتها تنشف اه على النار بوهرتها كالعادة شوية بابريكا كمون ملح وفل ده بالنسبة للسلسة بتاعتي زي الفل في دقائق معدودة من بداية الحلقة عملنا الطبق اكلة بتلمينا كلنا بنحطها على طابلية حلوة وياريت ايام الطابلية ترجع في الريف المصري في السعيد المصري في كل مكان بيلمينا الطبق من خير ارضنا ننزل بالتونة اه ونسيبها تسبك على النار يا عم نشيف لازم تونة زي ما تبر غير تونة هتتاكل مع طبق سمك مقلي كده بلت مقلي يتقطع جزل جنب المعدوز ده حكاية تبقى انت احسن مني كمان اه نسيبها على النار السلسة اللطيفة ونشيل كل حاجة ملاش عوزة ونفتح يا سمسم ايه رأيك اشافيها افتحلك على المعدوز تشوف تشوفوا وصل لفين اه هيحتاج مياه خلي بالك قبل ما افتح هيحتاج لشوية سوائل اه بص على الحلوة بص على الحلوة اه ده المعدوز بتاعنا اه اكلة للكبار فقط لا الصغيرين كمان الاطفال الحلوين اللي بيحبونا وبيتابعونا هنعمل لهم الاكلة اللي بيحبوها اه اه شوف المعدوز بتاعنا اه لسه مستواش خلي بالك اه الله اه بياخد الماء المغلية خلي بالك حزاري تكون بتعمل الرز بتعمل مكرونة وعرنار بتستوي تحط وإذا وحتاجت منك مياه تحطيها مياه بردة لازم تحطيها مياه مغلية لو بتدمس فول بردو نفس الطريقة الفول يحتاج المياه المغلية جنبه عشان كده الناس بتوعي الفول الفولين دايماً اللي بيعملوا الفول على الإدرة تلاحطت حاجة سخنة فوقيها فيها مياه مغلية اه 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 ناخد بعدين هنطلع فاصل صغير ونرجع للمعدوس بتفاصيله من الدول العربية ولكن هو عدس مصري ورز مصري نرجع كمان لطبق مكرونة لطيف وجميل للأطفال الحلوين اللي احنا بنحبوهم ما نرجع كمان لحلو كمان كمتة الغزاية عالية جداً بالتوست بالسكر والعرفة اوه هتروحوا بعيد تايمة ولي بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعضاً 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 الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن بتفرق عالصفة انت اولادك في كبار وفي صغار الشيف المغازي عمل اكلة جوزك اكلها عند ضيوف كان مسافر ورجع بالسلامة قالك المعدوس برا غير النا هنا غير الكشري ولادك ما زبهمش حاجة نعمل النهاردة طبق مكارونا لطيف وجميل بالدجاج حالو على طريق كده شوفوا هنعمله مع بعض ازاي بتفاصيله الصغيرة وانا باهديله للاطفال الحلوين لان انا بحب الاطفال الماديرة على الشاشة صدور فراخ مكارونا بالمسمى بتاعها سباكتي مكارونا سريعة التحضير خضار جزر وكوسة باقدونس او ريحان روزماري زعتر كل دي التفاصيل مع بعض ولكن الطريقة بسيطة وسهلة تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي باري حصل معايا موقف لطيف حلو بعد سنوات الجمعة طالع لقيت واحد بينادع علي شيف احمد شيف احمد شيف احمد والله العظيم ده حصل لقيت واحد بيقول لي انا بكراك جدا طفلك يا دي اسمه اسمه اياد فوه معايا هو طالع من الصلاة ضحك قال لي مش بيكراك قال لي الراجل ده كان بيكراك جدا على الطفل ده اسمه محمد اياد محمد زكريا ليه اياد بتكرهني كده انا تغيرت طبعا لما قال لي قال لي ماما بتحب تتفرج عليك وتعمل الاكل اللي بتعمله وانا بكون بتفرج علي لعبة في التلفزيون شفتوا الاطفال وبرأة الاطفال فحضنتوا وبستوا قال لي بس دلوقتي بحبك يا شيف مغازي قلت له ليه قال لي انك الاكل اللي انت بتعمله ماما على طول بعد ما بتخلص بتقوم تعمله الموقف ده حصل مبارح بعد سنوات الجمعة فاتبسطت جدا على فكرة عرفت ان فيه متابعة عرفت ان البيت المصري زي ما بيقولوا وانت شغال يا شيف مغازي بنحس انك انت معانا وقاعد معانا فبشكر اياد محمد زكريا ان كان بيقرهني وبيدلت بحبني ليه كان بيحب يتابع اللعبة بتاعته على التلفزيون وطبعا يعني اي بيت بي ما فيه شاشة تلفزيون واحدة فيه هنشوف برامج يا هنشوف اخبار يا هنشوف اكل فبيحصل اختلاف وده الطبيعي وده بيحصل في البيت عندي كمان اللي عايز يشوف لعبة اللي عايز يشوف مسلسل اللي عايز يشوف نشرة اكبرية وهكذا فالي عايز يشوف السيد يوسف بالليل وهكذا يتنازل وتسيب له اللعبة او ان هو يتنازل عن اللعبة بتاعته وشوف برنامج مطبخ فده بنشكر الاطفال الحلوين فشكرا يا اياد تعال اعمل لك النهاردة مكارونا حلوة انت بتحبها سألته بتحب ايه اللي بحب اكل المكارونا دايما من ايد ماما انا اعمل لك مكارونا النهاردة اكيد ماما بتعملها كده ادي الزيت على النار ونحط بصلايا نعمة بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده ونحمر مع البصلايا دي التومة والتومة اختياري على فكرة في المكارونات بالذات اختياري معلقة زبدة لسرعة تحمير البصلا ايه رأيك في المعدوس انا سايبه مكشوفة هوا تبص عليك كده وتملي عينك منه وتصلي على الحبيب قلبك يتيب شوف اللون الكهرامانة ده كده اختلاط الرز لبيض مع العدس الاصفر ادانا لون كهرامانة لون فوسفوري جميل جدا ايه وصلصة التونة هنا الجميلة الحلوة جاهزة ايه 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 الحلاوة دي عم نشيل ايه الجمال ده هنشيلها كده ونخليها جنبنا ايه اللهم صلى عننا بديها طبعا ايه اللومي عشان ما حدش بس بتقولي السواد ده ده سواد اللومي بتاعنا خلي بالك ايه زي الفن بص الله يا عنار اللهم صلى عن نابع الريح ننزل بصدور الفرخ ايه خدمة عن بياد الفرخ دي كلها لك ونقلب تقلبة دي كده تقلبة دي مطلوبة بتاخد لون وهي بتاخد لون كده بننزل عليها بعد زعتر حلو بالشكل ده كده بهارتنا يا عم الشيف الطبيعي شوية بهارات من الملح والفلفل طبعا الاكلة دي مش لازم تكون فيها كمون ولكن بتحب السبايسي وسالي اطفالك الحلوين ازا بيحبوا السبايسي خلاها سبايسي ولكن المقارونا بالنوعية دي او بالشكل ده اللي معانا على الشاشة دايما بتبقى واخدى سكة السبايسي حتى بيعملوا مسابقة الاولاد مع بعضون في البيت طبعين السبايسي اللي خلص قبل يعزم التاني على خروجة حلوة حلو تقليبة دي كده بصلايا تومة بوهاراتك بالشكل ده كده تحميرة حلوة ننزل بالخضار بتاعنا الجزر الحلو مفيد للنظر وفيتامين سي كوسة عايزة تحطي الفاصولية الخضار اللي انت حبقها هنسيب ده كله مع بعض يستوعوا لان المقارونا دي مش هتاخد منينا ثلاث دقايق سريعة التحضير حضراتكم عارفين هنحط نقلب كده البعض بيحبها بالطماطم البعض بيحبها بلونها حسب الرغبة هااا حط الميا المغلية بتاعتنا والله ما اصلى عن نبي بس وينسيبة تستوعين ووي دي اكلة كمان خلصت للاطفال الحلوين انها سبايسي او مش سبايسي ده اختياري حسب ما هم بيحبوا خلي بالك مهم جداً نهمس في أذنهم عايزة يا حبيبتي يا قلبي يا بنتي يا الصبي بتاعي عايز الأكل سمايسي نخلوله سمايسي مش يجباري جوزك بيحب اللي سمايسي الولد يأكل سمايسي محبش كده أنا خلي بقى بتاعه نروع الدنيا كده ونخش على الحلوة بتاعنا إيه الحلوة بتاعنا يا شفيق ستزاري حامة قدير الحلوة بعد إذنك شرايح من التوست والتوست يكون طري ونغير السكينة والبلانشة معانا سكر بني معانا عسل ويجعل أيامكم كلها عسل وارفة ده أساسي والمقدير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة ولكن الحلو ده برضو للأطفال الحلوين بيد قيمة غزائية عالية جداً من الحلويات الشتوية من مكوناته هو بيقول كده إذا كان العسل راح أنا عايز أغرفه عشان وأنا شغال في الحلوة كده إيه نستمتع برؤيتها إيه الحلوة دي عمشي إيه الجمال ده لازم يكون بالقوام ده لازم يكون بالقوام ده خلي بارك المعدوس له قوام لازم يكون بالقوام ده ولازم تشت السمنة البلدي على وش المعدوس حلو الكلام؟ آه آه طاصة سمنة بلدي تتقضح كويس من اللي جالك هدية من البلد ما هو الريف المصري والسعيد المصري كله خير حد رايح يزور حد فطر مشال تت سمنة بلدي شات مرتة شات جبنة قديمة دي الهدايا الحلوة اللي تمل العين خلي بالك سمنة سيحة تعال نغري في المعدوس بتاعنا في طبق كبير يلمنا كلنا عالطبلية أوبا اللهم صل على النبي نغطل حالة دي كده علشان تستوه بسرعة وناخد المعدوس بتاعنا كده اللهم صل على النبي ايه ركف الحلوة دي بص على الحلوة بص على الحلوة شوف خير أرضنا رز مصري عدس مصري تحولوا لأكل عربية لها مزاق خاص اسمها المعدوس اللهم صل على النبي ايه الحلوة ايه الجمال ده ايه ده ايه الصورة الحلوة دي تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة كما تقول الصحافة ايه الحلوة تشوفت الحلوة شوف الجمال او او اه اكلة شتوية يريد تعملوها النهاردة كده بتتصلي على ماما وعلى حماتك وعلى قريبك تعالوا شوف المغازي عمل اكلة حلوة على القناة الاولى مكوناتها لا تتعدى اصابع اليد اليمنى واليسرى خمسة فقط اه حلو الكلام ناخد التونة بتاعتنا الجميلة اللهم صلى على النبي اه لازم تونة يا مغازي الولاد مش بحب التونة سمك بولتي مالي من خير ما زرعنا اه اي سمك مالي في ليه مالي بلاش لا دا ولا دا حط صلصة الداجوس من غير تونة اه طماطم بصل اه اه السامنة البلد اللي تادحت يلا 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 بص على الحلوة بص على التركاية بص على طاشة الخير خير السامنة البلد اه 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 سمع الصوت دا سمع الصوت اللي بيجوع دا قلب الصغير لا يتحمل هو دا في برد بعد النهاردة اه اه حلو اه بتعاو نعمل الحلو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني دي ممكن عدالها باية الفلفل حار بتحطي كده اه كده حاجات الحلوة دي كده بارد الفلفل بايد ومعلات المعدوس بايد اه هو دا اه حاجات الحلوة دي برزنتيشن حلو لوحة فنية بتقوم الصورة تتحدث عن نفسها كما يقول الشي في الموازن حالة بتعاو نعمل الحلو بتاعنا انشان رايح من التوست عسل قرفة حاجات لطيفة وسهلة كده نقض مع بعض نلعب كده نعمل حاجات ايه حلوة اه الله مصنع لنا نجي واخد الخشب دي كده بسم الله الرحمن الرحيم وناخد شراحة التوست الحلوة دي كده ونسلى نعمل لنا عشرة خمستاشر احنا مخلصين شغلنا زي الفل ولكن مهم جدا وانت بتعملي حلويات زي الفل تمام الله عليك يا بنت الحلاب خلا نطلع فاصل صغير نرجع بعض الفاصل مع نوع من انواع الحلويات لطيف وبسيط وسهل تقدر كل ام كل بنوتا تعمله ولكن فيها تركيا كده عايز ان اوضحها لحضراتكم بحيس ان اللي حلو ينجح معاك لان كل اكلة لها اسرارها ولها مفاتيح نجاح احوة تروحوا بعيد تتابعوني بعض الفاصل موسيقى ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل وقول له تفضل تم تقول انت تعالوا مع بعض تشوف مقاديري المعدوس شوفناها المعدوس بص على الحلوة تعال شوف مقاديري الحلو شوفناها يا سيزاري حاب الماكرونة بتاعتنا هنشتغل فيها بس خلوه اشتغل في الحالو حاضر يا فادي قادي التوست بتاعنا شراح التوست بنقطع الاطراف الصغيرة دي كده اللي هي في الاطراف انا مش عايزها طبعا في طريقتين اللي تعطيها الاطراف لو هو طازع التوست بالشكل ده كده قطيب سكينة عادي اللي هي سكيدة الحامية دي او سكينة منشار سكينة منشار لما يكون التوست ده ناشف بس لو طاري قطيقة عادي بسكينة عادية خلي بالك حاجات اللي انا بقولها دي مهمة جدا هعلي اللي ولي ماذا لان التوست اللي بيبقى ناشف والتعطيب سكينة زي كده بيفرول منك على البلانشة اوه ايه الحلوة دي ما تبص على الحلوة كده المكارونة بتنديني هو ده بص على الحلوة اه ننزل بالمكارونة بتاعتنا سريعة التحضير اه وان اتنين وان ثلاثة وان حالو الكلام اه زي الفون هنسيبها زي ما هي كده هي تفك لوحدها ونغطيها برضو شوي مكارونة على طريقتي سريعة التحضير زي الفون هتعجب ولادنا عمل تقب الدجاج هتطلعي شوية خضار الخضار اللي موجود في درج التلاجة لسينو بقاله فترة تقطعي كوسة تقطعي جزر فاصوليا بسلة مشروم بروكلي لا ارنبيت ما ينفعش خالص الارنبيت ده يتقلع بواية توست دي ما تتلميش من فضلك دي تتحمص بعد ما تتحمص تعملي بها اي نوع بني انت حباها خلي بالك نعم نعم يا حبيبي نعم اهو حلو قوي حليب في المعدير تلتة بيضة حل مع قليل من الحليب حلو القطيف والسهل كده حليب والمضرب بتاعنا شفت انا باسم الحلو الاخر ليه عشان اشتغل فيه على الرواق كده شوية حليب صواري شوية فانيليا محليات نشا نقلب دول مع بعض بيض دقيق نشا ادي اشيف تلت بيضات تحط عليهم معلاتين دقيق ومعلات نشا تقلبة تانية كمان اهو نحط على البيض والحليب النشا ده شوية سكر بالقرفة يا دلعك ونقلب معه شوية ذلك ونخليهم على الجنة حلو الكلام حلو الكلام نبص على النودلز بتاعتي على الصورة على الماكارونة اهو الماكارونة اهو ايه الحلوة دي ايه الجمال ده اهو ماكارونة سريعة التحضير اهو معها جزر معها فراخ معها كوسة هي استوت اخواننا الصينيين او اليابانيين بيحبوا ياكلوها كده سرسل تعيتها كتيرة نعم اهيه اطلعها فوق ايه الحلوة دي اهو بص اهه عايزين ناكل هام 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 اهه دي سبيسي خلي بالك البعض بيسيبها لما تنشف على النار مبيقاش فيها سوس انا شخصيا بحبها بالسوس بتاعها ده كده خلي بالك اتعمل لتياته خلصك الحلوة احنا شغلين فيه ما زلنا مطبخة ككوراي اول باول وارد حدي يفاجئك اهو اللهم اصلى عنا بيه ناخد التوست بتاعنا القطعناه ده كده زي ما هو نشيل الحليب ده كده بنجيب طبق صغير اللهم اصلى عنا بيه وناخد التوست ده كده نفس الطريقة كده عندي زيت بيتحمر دي شرايح التوست المقلية كريزبي مكوناته ركائق الدرة اللي هو الكورنفليكس بنجيبه ونطحنه مكوناته ركائق الدرة مع انا بيت مع انا حليب حاجة حلوة كده وسريعة يعني اللي عجانتي ولا جبتي عجانة ولا حاجة حاجات كده بسيطة وحلوة تكافي ولادك ابنك عنده صحابه بيلعبه مثلا بيذاكره ماما هتأكلين ايه حاجات حلوة كده سريعة وسهلة مينة دي يا عم الشيف شوية دي كده عايزهم حط عليهم برضو شوية ناشا صغيرين انا عايزك ريزبي والتوست كده كده طري خلي بالك عندي ارفة نعمة والله ما صلى عليك بنحطها هنا كده شفت الحلوة دي شفت الجمال ده وناخد التوست ده كده ينزل في البيت تركز بها عشان فيه خطوات عمل هنا اه على ركاك الدرة تاني الدي هقولك دلوقت حاضر جو اللي بتحطها في الدي الاول اه دي عشان تشيل من خليط البيت مع الحليب اللي انا احط اه تاني اه ناخدش بالهم الاولى ياخد بالهم التانية والتالتة اه تاني اه دي مخلوط بقرفة نعمة وقليل من النشا للحصول على طعم كريزبي اه عندي الزيت شديد الحرارة اخد دول حمارهم حاضر يا فانت اين ايه عشان نشوفهم في قلب الزيت اخبارهم ايه اخبار الزيت ايه لازم الزيت يكون غزير ودرجة حرارته عالية جد يطلع الحلو ده من قلب الزيت يلاقي العسل المستنية بص على الحلوة دي مش هرايح دجاج اه اه على فين هنا اه اه تاني اه في قلب الزيت اه اه ممكن بدل البقسمات بسوري بدل ركاكو الدولة دي نحط بقسمات بس البقسمات مش تبقى لطيفة اه تاني خطوات العمل هنحط دول في الزيت ونشرح بالتفاصيل هنا عملنا ايه اه عشان الحلو ده تعمليه لولادك برضو حلو شتوي بما ان هو فيه عسل وفيه بيت وفيه قرفة حلو الكلام اه خلي ده كده على جنب والنودلز نغرفه مع بعض بالمرة بسم الله الرحمن الرحيم طبق النودلز اهوة قل لي ولا تخبش يا زين مكانه هنا حلو ايه رأيك حبيبنا اه بص على النودلز اه اه النودلز جاهز والله يلا بسم الله الرحمن الرحيم اه سخنة يا عمي شيف العب اه النودلز اه اه مكارونا بالدجاج بالجزر اه مكارونا سريعة التحضير اه حلو حاضر خلاص والله انا اسف حاضر اه اه حاضر مشل ده كده اه عينية ايه الحلاوة دي عم شير انا احبها كده معها السوس ده كده اخواتنا اليابانيين والطيلايين اللي ان ضيق بيأكلوها كده تعالوا مع بعض نشوف اخبار التوست ايه اه اه ده احل حاجة التوست ده بقى هجيبنا اوه على فكرة حلو لعجاننا ولا خبازنا زي الفل هنعمل شوية كمان معانا وقت حاضر بس عايز التفاصيل اللي اصبحت اه تاني زي الفل تمام تاني عملت ايه عم الشيف جبت ثلاث بيضات حطيتها عم شوية حليب وخفقناهم مع بعض مع شوية سكر وقرفة ومعلقة من النشا ومعلقة من الدي لازم قالبناهم مع بعض شوية فانيليا طعم الفانيليا عازة طعم الحبان حط طعم الحبان بعد كده جبنا شوية دي مخلطين بالنشا بعد ما قطعنا شرايح التوست والاطراف بتاعتها وبنغلب شرايح التوست توبنج كده من الدي والقرفة والنشا بعد كده بنساققهم هنا في البيض اه موضوع لطيف وسهل اه ولو في الفريزر طلعيه فك ياخد راحته اه نشيل كل حاجة دي من هنا عشان الحلو ده انا عايز اقدمه بطريقة حلوة برضو بسم الله الرحمن الرحيم منشيل كل حاجة احنا مش عايزينها ملهاش عوزة نوسع المطبخ بتاعنا لكل اكلة من اللي انا عملتهم دول لهم تركاية لها سر بداياتا من المعدوس اللي انا عملته السر هنا تحمير البصلة مع التومة مع التوابل نزلنا بالعدس المصري مخلوط بالرز المصري انسجموا اللي اتنين مع بعض لانهم اللي اتنين من ارض واحدة شايف القرمشة اللي في قلب الزيت بص السندويتش اللي في قلب الزيت ده كده بص على الحلوة بص على الحلوة اه بص على الحلوة اهو ده اه تقدر تقدميه مع تونة نجيب طبق التأيديم بتاعنا الحلو عشان عايزين نحط العسل دي الاطفال العسل اللي بيتابعونا الله حاضر بعد ما نخلص انا هجيب لك اتنين يا درش حاجة كده كرزبة على السريع وحاجة سهلة لطيفة حلوة عملها على شكل هرم بقى زي ما انا عايز انا عندي شوية تانين كيبا انا هعمارهم سريعا كده اهو ده ما كانوا فين يا غالي هنا حاضر اهو العسل النحل ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب ان شاء الله بس لازم العسل ينزل على الشرايح التوست المرمشة دي وهي سخلة عسل مع ارفة مع بيت يعني الحلو ده في كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الطفل في المراحل الاولى من عمره اه نشيل ده كده وننزل التانين في قلب الزيت وخرجنا الجميل المبدع حابب تنهي انا معاك زي ما تحب ايه الحلوة دي عم مش شيف هنحمر دول عشان ولادي مع الزمين النهاردة ممكن تاخدهم هدية وانت راح تزور قريبك حالية النهاردة بساطة سهولة مرونة بدأنا باكلة بتقول للبرد تعالي اللي هي المعدوس بمكوناتها كلها طبعا لطيفة وجميلة عملنا كمان مكارونا سريعة التحضير للاطفال الحلوين اللي هيعترضوا على المعدوس عملنا ركائك التوست الجميلة بالعسل زي ما حضراتكم شايفينها بالقرفة مع السكر يعني تفاصيل كتير النهاردة في الحلقة بتاعتي ولكن عايز اقول لحضراتكم المينيو بتاعنا مينيو شتوي للامانة اذا كان الحلو اذا كان طبعا المكارونا اذا كان طبعا الرئيسة على الصفرة بتاعتنا اللي هيلمنا كلنا ان شاء الله اللي هو المعدوس المشهور جدا في الدول العربية اللي بنجل لهم تحية كبيرة من مسبيرو هنا في التنوزون المصري والقناة الأولى رؤية فن ابداع بتشوفوا كل يوم عشرة القناة الأولى والفضياء المصرية من مسبيرو موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة